أبساً نخاصص حيزاً لنقاشي في هذا الموعد الإخباري لهذا الموضوع جمارك إجراءات استثنائية لاستيراد المنتجات والمعدات الطبية لمكافحة كورونا فيروس وهكذا تتعامل مصالح الجمارك مع العائدين لأرض الوطن في ظل تفشي فيروس كورونا كنا دكتر مع ضيفي جمال أبريكا مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديريات العامة للجمارك كنا بيك سيدي الكريم شكراً لقبولك الدعم قبل أن نغوص في قضية الإجراءات الاستثنائية التي قمتم بها كما قلت لي أيضاً في الكوليس كانت في إجراءات احترازية أيضاً من أجل حض من تفاقم هذه الجائحة وانتشار الوباء في الجزائح فعلاً شكراً أولاً وقبل كل شيء أريد أن أتقدم باسم المدير العام للجمارك وباسم كل العائلة الجماركية بالترحم على أرواح المفقودين جراء هذه جائحة كورونا أطوب الله أن يتغمى ضل المفقودين برحمته إن شاء الله وأتقدم كذلك بالتعازي إلى عائلات المفقودين وكذلك ندعو الشفاء العاجل إلى كل المصابين هذه الجائحة الجائحة إن شاء الله هربي يحفظ أولادنا إن شاء الله فعلاً قامت إجارة الجمارك بإجراءات احترازية قبل هذه الإجراءات الاستثنائية التي ضعناها اليوم لخلط حيز التنفيذ جراء تفشي ظاهرة فيروس كورونا حيث لاحلنا في الأيام الأولية هناك تفاقم في عملية تهريب تهريب المواد الصيدلانية وكذلك تهريب المواد المعدات الأدوية والمعدات الطبية وكذلك المواد الاستهلاكية الأولية عن طريق الحدود البرية ولهذا قمنا بإعطاء وإزداء تعليمات صارمة إلى كافة الفرق الجمهورية عبر الوطن للتصدي لهذه العمليات عملية التهريب خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمعدات الطبية والكمامات حيث لاحظنا التصدير تصدير المسافرين وكذلك عن طريق الشحن عن طريق الطائرات لعدد كبير من الكمامات وكذلك لترمومتر لنرقب بهم الحمى ترجمة الحرارة لكافتور تيرميك حكنا تقريب ألف كافتور تيرميك غر في مطار هوريب ومدن وقمنا كذلك بوضع التدابير للحفاظ على القدرات الوطنية في هذا الميدان للتصدي لمكافحة وانتشار فيروس كورونا كذلك بالنسبة للمواد الغدائية الأولية وكذلك للبنزين حيث قمنا بإزداء تعليمات إلى الفرق الجمهورية وكذلك رونفورسي الفرق الجمهورية للتصدي لهذه عملية التهريب ثم قمنا بمعالجة عملية الاستيراد بالنسبة للكمامات وبالنسبة للمواد الأولية التي تدخل في تصنيع هذه الكمامات وكذلك بالنسبة للهلام وبالنسبة لكل البضائع بصفة عامة التي تدخل مباشرة في مكافحة انتشار فيروس كورونا كذلك تم تعيين مدير مركزي في اللجنة الوطنية التي يرأسها السيد وزير الأول لدراسة كل الإشكاليات التي نوجدها في الميدان بالنسبة لعملية الجمركة ويتم فعلا اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لمعالجة كل العمليات العالقة لجمركة هذه السلع وهذا التصرف أعطى نتائج هائلة بالنسبة للميدان اليوم بالنسبة لإدارة الجمرك نراقب بصفة دائمة وبصفة فعلية عن طريق لباز دودوني قائمة البيانات للسيغاد كل العمليات التجارية ونراقب كذلك الأجال الأجال الجمركة بالنسبة لهذه البضائع يعني المواد الأولية المواد التصنيع والأدوية إلى غير ذلك من المواد وفعلا كل المشاكل التي نلقاها في الميدان تعالج بصفة فورية بعد الملاحظة في الميدان ابتداء من الأمس وضعنا هذه الإجراءات الاستثنائية التي تسمح للمستورد من رفع المواد المستوردة فورا يعني يقدم واسمها أنانجاجمون لما تباشي يعالج الملف تعلق الاستيراد في مدة في أجال محددة قانون وهذا سيسمح طبعا لتفادي النذرة في تسيير عملية وخاصة تفادي النذرة بالنسبة للمواد الصيدرانية وبالنسبة للأدوية وبالنسبة للمعدات الطبية هذه المواد التي تم يعني المسها هذه التسهيلات المواد الأخرى تبقى عادية يعني بالطريقة العادية إدارة الجمالك تكمل تعمل بصفة عادية ولكن بالنسبة لهذه المواد التي تدخل مباشرة في محاربة ومكافحة هذا الفيروس إدارة الجمالك إخدات تدابير باش نعملوا 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة أيام على سبعة أيام خاصة في مطارات الشحن لأننا نحظنا أن تقريبا أغلب العمليات الاستيراد يقوم تتيم عن طريق الشحن عن طريق المطارات مثلا كان طائرات لحقوا عزوش تأصباح ثلاثة أغلب العمليات قمنا بالرفع الفوري للمنتجات والبضائع التي تم استيرادها عن طريق لقدم المستورد باش يعني 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 بعد الجمالك جميل تحدثتم أيضا قبل قليل فيما يخص إجراءاتكم الاحترازية التي قمتم بها مع بداية تفشي هذا الفيروس هنا في الجزائر وقضية التهريب في الجزائر التي ارتفعت نوعا ما خاصة في هذه الفترة وتهريب بعض المنتجات التي نحن بمس الحاجة لها خاصة في هذه الفترة كيف تعاملتم وتتعاملون معهم الآن مع المهربين التدابير اللي اخدتها إدارة الجمالك هو حماية الحدود حماية الحدود الوطنية حدود البرية أو كل الحدود يعني بصفة عامة للتصدي للتهريب هذه البضائع يعني التهريب بصفة عامة تهريب المخدرات وتهريب كل الأنواع يعني البضائع التي التي تمس يعني كل أنواع الغش الغش الذي يمكن أن يقعد في الميدان وقمنا كذلك يعني يعطاء تعليمات لمكافحة كل نوع الجرائم العبرة للحدود خاصة تلك الجرائم التي تمس هذه المواد التي نحن يعني بأمس الحاجة خاصة في هذا الوقت جميل فيما يخص الآن الإجراءات الستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم كما قلت لي إجراءات استثنائية لاستيراد المنتجات المعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا يعني البتجات المعدات الطبية بالدرجة الأولى يعني نقدم لها الأولوية نعم نعم هذا الإجراء الاستثنائية هي المفروض الإجراء كيف يتم جمع الا CON بضائع عن طرق تصريح جمهوركي وهذا التصريح الجمهوركي يأخذ الوقت عناش كئن متعاملين اقتصاديين كئن معتمدين لجل جمالك بش يعمر هذا التصريح الجمهوركي يأخذ الوقت احنا هذا الإجراء هذا الاستثنائي يعني هو استثناء عن التدابير القانونية لقانون الجمالك تلحق البضائع البضائع التاعه يعمر يملأ متعهد بإتمام الإجراءات وهذا استثناء بالنسبة لقانون الجمالك لأن القاعدة هو التصريح الجمالكي وهذا طبعا سوف يسمح من ربح الوقت وكذلك التصريح والتسهيل العملية الاستيراد نقول يعني بدون جون جمالكة لجمالكتها في أجل محددة قانونا بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام عشرة أيام كأقصى حد هي القانون الجمالك هو الذي يحدد الأجل المهم أنه لما تدخل البضاعة نسهل عملية خروجها ونقلها مباشرة إذا كانت بضاعة طبية فإلى المستشفيات أو الصيداليات إذا كانت دواء وحتى المنتجات الغذائية يعني تمشي مباشرة إلى الأسواق الجزائرية حتى أنه ما تكونش فيه ندرة خاصة في هذه الفترة طبعا هي القاعدة هو أن البضائع يتم جملكتها عن طريق إجراءات إدارية مسبقة وهذه الإجراءات الإدارية المسبقة هي على عتق وزارات دوائر وزارية مثل وزارة الصحة بالنسبة للمواد الصيدالينية والمعدات الطيبية وكذلك بالنسبة لوزار التجارة بالنسبة ما يتعلق بلوكاليتي وكذلك عدة دوائر وزارية أخرى يعني نقول أن عملية الجمالكة إدارة الجمالكة تقوم بمراقبة مراقبة تصريح الجمالكي وكل الوثائق المتعلقة بهذه الإجراءات الإدارية المسبقة على هذه اللي تكلمت مقبلة على هذا السلول الموضوع التي ترسأها السيد الوزير الأول هي تتأخذ عن اعتبار كل هذه الإجراءات الإدارية المسبقة لأن هذه اللجنة هدية فيها ممثلين من كل الدوائر الوزارية وكذلك ممثلين من إدارة الجمالك كل الإشكاليات التي نلقاها في الميدان بالنسبة لجمالكة هذه السلع والتي بطبيعة الحال كلها فيها إجراءات إدارية مسبقة لفورماليتات منيستراتيف بارتيكوليير وهذا لا تبد أن يكون تنسيق ويكون توافق بين كل الدوائر الوزارية مع إدارة الجمالك لرفع هذه الإجراءات الإدارية المسبقة مثلا نيزوتوريزاسيون مثلا تسكية وطوريزاسيون وفورماليتات منيستراتيف بارتيكوليير بالنسبة لهذه البضائع خاصة المواد الصيدرانية والأدوية وكذلك المعدات الطبية شميل في نقطة أخرى أيضا كيف تتعاملون أنتم الآن مصالح الجمالك يعني كيف يتعاملون مع العائدين لأرض الوطن في ظل تفشي فيروس كورونا يعني المواطنين الذين يعودون إلى أرض الوطن وكما تابعنا أيضا فيما يخص آخر خبر في هذه القضية ثلاث طائرات من الخطو الجوية الجزائرية إلى تدابو إلى تركيا من أجل إعادة رعاية الجزائرين إلى أرض الوطن كيف تتعاملون معهم؟ لوضعنا كل الإجراءات وكل التسهيلات بالنسبة للتكفل بالمواطنين الجزائريين العائدين من الخارج اليوم قمنا بعملية في ميناء الجزائر وبالأمس كذلك في ميناء وهران حيث أن المواطنين جاءوا من الحجر الصحي بعد 14 يوم الحمد لله جاءوا بصحة جيدة نحن قمنا بتسهيل كل الإجراءات عن بارتسكانير باش يعني يقوموا باش الأمتعة وحوم والسيارة وحوم ويخرجوا بكل سهولة وذلك كان يمكن تمكنهم باش يعودوا يرجعوا للمنزل تحهم بل يشوفوا الأقارب تحهم خاصة هم 14 يوم وهما في حج الصرحي يكونوا بل يدوزون ستراسي يكونوا مساكن فمتعيانين وكذا احنا أعطينا كل الإجراءات للتسهيل هذه الإجراءات والإجراء الثاني لأخليخ دينه كذلك لأنه كان بزاف المواطنين يكلموننا في الهاتف عبد الرقم الأخضر ديس فانتروان أو عن طريق الهاتف يتكلموننا عن إشكالية سند العبور تعل السيارات لأنه كان بزاف المواطنين دخلوا بالسيارة التحهم وكان سند عبور تقدموا إدارة الجماليك عند دخول سيارة واليوم ما يقدروش يخرجوا سيارة التحهم لأنه ما كاش باوخر وما كاش طائرات وما كاش وسائل النقل لأنه كان حجر صحي بالنسبة للوطن وهذا المواطنين نرى هم مقلقين بالنسبة للسند العبور نطمنهم ونقول أن الإجراء كذلك إجراء استثنائي وضعناه وذلك بتمديد أجال هذا السند العبور تمديد تلقائي يعني دون أن بلا ما يجيوا المكاتب الجماليك بلا ما يتقدموا إلى المكاتب كاين تمديد تلقائي قابل للتجديد إذا كانت ضرورة قابل للتجديد اليوم كاين تمديد تلقائي لهذا السند العبور ما يتقلقوش يريحوا في ديرهم السند العبور يكون فيه تمديد تلقائي بالنسبة لها إن شاء الله وحتى إذا كان فيه تمديد أيضا للحجر الصحي سمح الله فبالتالي حيكون فيه تمديد أيضا طبعا هذه الأجاة القابلة للتمديد إذا كانت الضروة ونطلب من المواطنين نتصفح الموقع موقع الإلكتروني للمدرية عملي جمالك www.duan.gov.dz يلقوا فيها كل المعلومات وكل الاستعلامات الخاصة بهذه الإجراءات والخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي وضعتها إدارة الجمالك بالنسبة للمتعاملين اقتصاديين بالنسبة للوكلاء المعتمدين بالنسبة للمسافرين وبالنسبة لكل مستخدمي إدارة الجمالك جميل وبالنسبة للذين سيعودون من تركيا ستستعاملون معهم بنفس الطريقة نفس الطريقة طبعا اخذينا كل الإجراءات الاحتريازية باش نسهلوا هذه الإجراءات الجمالكية لهذه المسافرين هم يجوا عيانين يجوا مرضى كان عندهم الحجر الصحي ويجوا نحن نزيدون قلقوهم بهذه الإجراءات الجمهورية نسهلوا عن المواطنين وإن شاء الله إدارة الجمالية تكون وقفا ونكون في الانتظار تهنا إن شاء الله أملنا أن يرفع الله عننا هذه الجائحة إن شاء الله يا ربي سيد جمال بريكة مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة لجمالك شكرا جزيلا لك في وجودك معنا اليوم على كل ما قدمته لنا برك الله فيكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا